لكن هناك شيء آخر حدث ومؤلم ومؤسف وهو ما جرى مع البيعثة الإعلامية المغربية في مطار وهران حيث أنه نقرأ هذه البرقية ألعاب البحر أبيض المتوسط وهران 2022 الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تندد بقرار السلطات الجزائرية منع الوفد الإعلامي المغربي من دخول طرابها لتغطية الألعاب نددت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بقرار السلطات الجزائرية القاضي بمنع الوفد الإعلامي المغربي من دخول طرابها لتغطية فعاليات الدورة التاسع عشر من ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة وهران في الفطر 25 يونيو الجاري إلى 6 يوليو المقبل وقالت الجمعية في بلاغ نشرته الخميس أنها تلقت بصدمة كبيرة وبدهشة أكبر المنع الممنهج والغريب الذي تعرض له الوفد الإعلامي المرافق للوفد الرياضي المغربي من دخول الطراب الجزائر عبر مطار وهران الذي وصله الوفد المغربي مساء أمس الأربع وبعد أن شجبت هذا الموقف المعادي للمواثيق الإعلامية الدولية والمصادر لحق الإعلاميين في تأدية واجبهم المهني دعت الجمعية كافة المؤسسات الدولية والقارية الوصية على الإعلام لمطالبتها بالتحرك العاجل لحماية الوفد الصحفي المغربي المحتجز بمطار وهران وذكرت أنه برغم الجهود التي بذلها ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وأعضاء القنسلية العامة المغربية بوهران وأعضاء من اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط إلا أنه تم التحفظ على أعضاء الوفد الإعلامي المغربي حيث قضوا ليلة بالمطار في ظروف مزرية للغارية وأفادت الجمعية بأنه رغم انتظار أعضاء الوفد الإعلامي أن تستكمل الإجراءات صباح الخميس إلا أن سلطات مطار وهران ظلت ثابتة على موقفها بعدم السماح للوفد الإعلامي بالدخول إلى الطراب الجزائري لتأدية مهامه الصحفي هذه الرواية وهذه البقية خرجت لما كان الوفد الإعلامي لا يزال في المطار وبعد ذلك غادر وعاد إلى المغرب يعني حقيقة أن ما حدث شيء مؤلم جدا أن وفد إعلامي يرافق الوفد الرسمي الرياضي للدولة المغربية وبعد ذلك يتم حجزه في المطار وإعادته من حيث أتى هذه الرواية المغربية نزيد رواية أخرى روجت لها الجزائر قالت بأن كشفت مصادر لأحد المواقع الإلكترونية أن السلطات الجزائرية سمحت لخمسة صحفيين مغاربة بدخول الجزائر لتغطية ألعاب البحر المتوسط مفندة بذلك الدعاءات حول رفض دخول الوفد المغربي إلى الطراب الجزائري ولم تسمح سلطات الجزائرية لبقية الأفراد المرافقين للوفد المغرب والصحفيين المسموح لهم بتغطية الألعاب المتوسطية بسبب عدم امتلاكهم اعتماد تغطية الحدث الرياضي حسب المصادر ذاته إذن هناك رواية ظهرت على موقع إلكتروني جزائري تقول بأنه تم السماح لخمسة صحفيين والبقية لم يسمح له هناك أيضا رواية أخرى في موقع مغربي تقول شيء آخر أنه أحد الإعلاميين أكد أن الوفد الإعلامي المغربي محتجز بمطار وهران بالجزائر منذ السادسة من مساء أمس دون التمكن من مغادرة المطار بعد رحلة من المغرب صوبة تونس وعبرها الجزائر وأضاف الدحني في تصريح لجريدة العمق أن البعثة الإعلامية المغربية التي تنقلت لتغطية المشاركة المغربية في ألعاب البحر أبيض المتوسط بمبرر أن الاعتمادات الإعلامية غير متوفرة بالنسبة للمغارب وعن الجهة المكلفة بالمعنى قالت دحني أن السلطات الجزائرية تعاملت بشكل جيد مع الوفد الإعلامي في ظروف مقبولة غير أن اللجنة المكلفة بالاعتماد لم توفر الاعتمادات الخاصة بالإعلاميين المغارب وتابع الإعلام المغربي يبدو أن الأمر يتعلق بسوء تنظيم بين اللجنة الأولمبية واللجنة المكلفة بالجزائر مشيرا إلى أن هناك محاولات وجهود كثيرة لإيجاد حل دون جدوى هذا ما نشره هذا الموقع العمق المغربي قال بأنه سبب عدم حصولهم على التصريح بغض النظر عن الرواية الحقيقية والمؤكد أنه تم إعادة الوفد من حيث أتى هذه الحقيقة الثابتة أيضا والمؤكدة مما لا يدع مجالا للشكل يعني أنا في تقديري وحسب اتصالات تجريتها أن حقيقة هؤلاء تقاموا بالإجراءات اللازمة مع الجهة المغربية لكن كان من المفروض أن الجهة المغربية الموجودة في الجزائر والقنسلية وكذا كانت ستحذر لهم كل الأوراق اللازمة أو شيء من هذا القبيل غير أنهم لما وصلوا لم يجدوا هذه الترخيص موجودة والسبب أن الجهة المنظمة ما أعطى الترخيص رغم أنهم قدموا كل ما يجب أن يكون يعني معناها في تقديري وخلال بعض المعلومات التي وصلتني أن الخلل يكمن في سوء تنظيم من الجهة الجزائر ترجمة نانسي قنقر